التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية مع الأدميرال راب باور رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وذلك في ضوء مجالات التعاون العسكرية وتبادل الخبرات بين الجانبين التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأدميرال راب باور رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين كلا الجانبين وأكد القائد العام للقوات المسلحة على تقديره لعلاقات الصداقة والتعاون العسكري مع اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطية مشيرا إلى توافق الرؤى خول مختلف القضايا والموضوعات بما يساهم في دعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة فيما أشاد رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطية بالدور المحوري التي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة معاربا عن تطلعه لتعزيز أفاق التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية واللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطية وكان الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد التقى الأدميرار روباور والوفد المرافق له وتنول اللقاء علاقات التعاون في مختلف المجالات العسكرية حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة